ايجابي بالنسبة للسلطات القطرية اللي اطلقوا صراحه مراوحوش بيها هو يعيش في امريكا مؤكد خاني مشونا لأردن مع صديق لراد القطناني راد مرحبا بيك اهلا وسهلا بكم افعد الله ومساءكم بكل خير شاح وينك اخوية شاح وين فلسطين الاردن الاشقاء الكل الحمد لله الحمد لله ان كانت تونس بخير فكلنا بخير يعطيك صح اخوية ربي فضلك سؤال اذن كيف جاءت الفكرة ان ترسم السورة هذه رأت يعني انا اقول هذا الشاب هو الذي جاء بالفكرة ولست انا انا مجرد ناقل للحدث ولكن ما فعله الجنون الجميل الذي فعله على ارض الملعب لا يمكن ان يفوت وخاصة اذا كان هناك عين تنطقط والحمد لله انطقط المشهد وكان ما كان رأت شو وقع الصورة هذه لدى الاشقاء الفلسطينيين الاشقاء ايضا الاردنيين بمعنى كانت موجود في الاردد هل لقت استحسان اشقاءنا الموجودين معاك اللي تعرفهم على اللقاء وايضا مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين يعني اقول لك هي انتشرت انا استغربت تحصل معنا احيانا انه احيانا وخاصة من العاملين في مجال الفن الفلسطيني او التعبير عن الحال الوضع الفلسطيني نتابع ونترقب دائما وسائل التواصل الاجتماعي ونترقب العمل المؤثر هذا من الاعمال الذي اذهلني حقيقة حقيقة اذهلني سرعة انتشار بشكل غير مسبوخ بالنسبة لأعمالي والحمد لله من الاعمال اعمال معروفة ومنتشرة وخاصة اعمالي الفنية يعني ليست فقط في مجال الكاريكاتير اعمالي الفنية الاخرى في مجال الرسم عن القضية الفلسطينية ولكن هذا العمل بالذات كان علامة فارقة بالنسبة لي والاميض في ذلك ليس ما حصل في فلسطين او في الاردن او في مناطقنا في المشرق ولكن ما حصل في تونس نفتا يعني انا فوجئت انه الانتشار كما يقال في المثل العربي انتشار النار في الهاشين انتشر في تونس مئات طلبات الصداقة اتتني بشكل مفاجئ كان له صداع جيب حقيقة ما فعله الشاب ليس بالقليل وكما قلت العمل كان مؤثر والتوقيت مناسب فكان له الاثر الكبير في الانتشار الكبير والحمد لله وكان ديما سامي رأد سامي بن مسعود معنا في الستوديو عنده تفاعل فقط سامي السيد هبطل التيران يضحك عمل حركات كيف يقولونه موما اكروباتيك حركات بهلا وينها عمل بعض الحركات يضحك شيخ ما عنده حتى اشكالية ولو انه كانت اللقطة هذي تنجم تحرمه من حريته المدة من الوقت نجم تكون طويلة كان كما المشجع اللي ينزل في مباراة مباراة الأخرى الحركة غير أخلاقية لكن الشاب التونسي يمكن الحركة لقت استحسان الجميع رأت بالنسبة للفلسطينيين أو في على مستوى العالم الكل بالنسبة لك أنت كرسام كيفاش تفعلت وكيف تفعلت مع المباراة والانتصار التاريخي لمنتخب تونس على فرنسا يعني هي أفلجت قلوبنا وفضورنا جميعا نحن عندما تنتصر نحن نبحث عن انتصار أي انتصار بصراحة نحن العرب للأسف ومنذ زمن طويل ليستنا فقط كثلسطينيين وإنما كعرب بالإجمال نحن دائما تحت المطرقة دائما تحت المطرقة نبحث عن النصر ولو معنوي قليل هذا النصر التونسي صحيح أنها خرجت من كأس العالم ولكن هذا النصر وكأنها نالت كأس العالم وخروج الشاب وكأنه يهدي كأس العالم لفلسطين هذا ما حصل يعني حصل بالأمن كما قلت في بداية كلامي هو الجنون الجميل نحن نبحث عن هؤلاء المجانين نبحث عنهم نحتاجهم حقيقة رأى سؤال أخير فقط الاختيار على حذاء صلاح الدين هكيكا في الصورة هل هو اختيار اعتباط أم عنده رمزية في الصورة بتاع المشاهدة لا 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 في الصورة الأصلية أو في في سياب الشاب الأصلي هو يلبس حذاء رياضي عادي بالضبط ولكن بحثت عن الحذاء المنتشر في المغرب العربي أو في دول المغرب العربي البلغة القديمة لا أعرف اسمه ولكن أعرف شكله البلغة نعم فأنا لما شاهدت قلت لا يليق بهذا المشهد بحذاء من نوع أديداس أو أي نوع آخر لا نحن نحتاج شيء من صلب الواقع البعض لامني حقيقة كأقول مشان أكون منصف لامني لأنني نسيت أن أرسم علم توليس على ظهر الشاب ولكن من بصراحة برغبتي بسرعة الإنجاز وسرعة نشر العمل أنساني أن أكمل العمل على ظهره ولكن الشاشية التونسية حاضرة رأد يظهر لي الشاشية تونسية تنجم تغني على العالم ولو أنه صحيح العالم كان ينجم يعطي صورة أوضح على المشاجع وجنسيته سويلا خير رأد هل بشكون بحذانا في تونس إن شاء الله هل مبرمج زيارة لتونس أتشرف بأن أتي إن شاء الله إلى تونس أنا أتيت مرتين إلى جزيرة جربا كان هناك مؤتمر عن شجرة الزيتون بدعوة من جمعية تازمور أرجو أكون لفظت الإسم بشكل صحيح والملطقة الثانية كان في جبل الجلود في ملطقة شكري بالعيد كنت مشاركا كفنان هذا حدث قبل عدة سنوات قبل الكورونا بسنتين تقريبا أو بسنة ونصف أتيت وتشرفت بهذا البلد العظيم وتشبهت بهذا الحب العظيم لفلسطين الناس لم تكن تحبني فقط لأني فنان ولكنهم رأوني أمثل فلسطين وكان هذا الشرف عظيم لي شكرا لك شكرا لك رائد القطناني مرحبا بك في تونس مرحبا بكل الأشقاء الفلسطينيين وأيضا الأردنيين سورة ممتزة كاريكاتورية حلوة بارشد ترجمة نانسي قنقر